موسيقى بسم الله الرحمن الرحيم اهلا بكل مشاهدي قناة الاهلي في كل مكان في مصر والوطن العربي الكبير جمهور النادي الاهلي العظيم اهلا بكم وحلقة جديدة من برنامج التريند بالتأكيد حلقة مهمة للنهاجية بعد مباراة الامس فوز الاهلي على غزل المحلة في ملعب المحلة بسلاسة اهداف مقابل هدفين فوز مهم جدا صدارة الدوري انتصار كبير وفي نفس الوقت حضور جماهيري مميز من جماهيري النادي الاهلي وتشجيع 90 دقيقة حدث كان مهم جدا بالامس خاصة انها مرحلة مهمة من عمر مباريات الدوري العام بالتأكيد المباراة عندنا فيها كلام كتير وهنشوف السوشيال ميديا كمان اتكتبت وقالت ايه عن هذه المباراة وازاي هذا الانتصار وهذا المكسب بيدي كمان اريحية وبيدي فوز مهم جدا لبيت سمو سيماني خلال الفترة القادمة في ظل ضغوط كثيرة جدا بيعاني منها بالتأكيد في ظل اسئلة كثيرة والاعلام مهتم بانتصارات الاهلي ومكسب الاهلي على المحلة بسلاسة اهداف مقابل هدفين حلقة فيها تفاصيل فيها كواليس وكمان هنتكلم عن فوز النادي الاهلي بجائزة مهمة وعظيمة جازت محمد بن راشد المكتوم للإبداع الرياضي النادي الاهلي كأحدى المؤسسات الرياضية العربية فازت بهذه الجائزة القيمة والعظيمة وبالتأكيد سيستلم النادي الاهلي هذه الجائزة خلال شهر يناير من بداية العام القادم لكن خلونا ندى حلقتنا بسؤال حلقت اليوم وسؤال حلقة النهاردة بالتأكيد عايزة أعرف كل السيدة المشاهدين والمتابعين يدخلوا في السوشيال ميديا ويجاوبون على السؤال التي طرحناه ما رأيكم في أداء الاهلي في مباراة المحلة بالأمس جاوبوا معنا في هذا الاستثار وهذه الجزئية أداء الاهلي في مباراة المحلة من خلال صفحات القناة عبر السوشيال ميديا صفحة الفيسبوك وتويتر وإنستجرام وفي الفقرة الأخيرة نستعرض أكبر قدر من الأراء والمشاركات لكن خلونا نبدأ حلقتنا بأهم العنوين في تريند الأهلي الأهلي يفوز بجائزة أفضل مؤسسة رياضية عربية كمان في تريند الأهلي غياب معلول وحسام حسن عن مباراة سموحة وفي التريند المحلي تقارير تربط اسم كيروش بتدريب منشستر يونيتد قد تكون مفاجأة مسألة تدريب كارلوس كيروش لمانشستر يونيتد خلال الأيام القادمة لكنه اسم مطروح من خلال الصحافة الإنجليزية خلال الساعات الأخيرة طيب مباراة اليوم النهاردة في مجموعة من المباراة سواء محلية أو حتى أوروبية وأسيوية نبدأ واستكمال مباراة اليوم في الدوري المصري الجولة الخمسة ساعة خمسة ونصف بعد قليل المولين العربي يستضيف الإسماعيلي والساعة تمانية فيوتشر يستضيف إمبي أيضا مباراة اليوم في دوري أبطال أوروبا وجولة جديدة من مباراة تدوري المجموعات الساعة تمانية لاروبا يستضيف بايرني ميونيك وفياريال يستضيف منشاستر يونيتد الساعة العاشرة من مساء اليوم برشلونة يستضيف بينفيكا تشيلسي يستضيف يوفانتوس يانج بويز يستضيف أتالانتا ملامو يستضيف زينت سان بترسبورج شبيلي يستضيف فلفسبورج وفي الختام ليل يستضيف ريتبول ساليسبورج أما بخصوص نهاء دوري أبطال أسيا وأحد الفرق اللي بالتأكيد بننتظر مشاركتها في كأس العالم الأندية خلال فبراير من العام القادم الفائز ما بين الهلال وبوهانج ستيرارز بطل قوريا الجنوبية نهاردة هذه المباراة المباراة الختمية تتلع في الرياض الساعة ستة بتوقيت القاهرة بالطبع نتمنى التوفيق للأشقاء في السعودية ونادي الهلال يتأهل ويفوز بدوري أبطال أسيا ويكون مع الأهل إن شاء الله في كأس العالم للأندية عشان يكون فيه ثلاث أندية عربية الأهل والجزيرة الإماراتي والهلال السعود أخرج إلى فاصل وبعد الفاصل نرجى مع بعض وعندنا أبرز الأخبار والكواليس في فقرة تريند التريند أهلا بحضراتكم من جديد وفقرة تريند التريند طبعا في البداية وأنا بتكلم في أهم خبر معنا دلوقتي من خلال صفحات السوشيال ميديا وهو بالتأكيد فوز النادي الأهلي بجائزة أفضل مؤسسة رياضية عربية هذا التكريم بالتأكيد لجائزة جائزة عريقة بنتكلم عن جائزة محمد بن راشد المكتوم للابداع الرياضي هذه الجائزة بتتكلم على أهم الأعمال الرياضية والدور الرياضي اللي ممكن تقوم بيه مؤسسات رياضية أو أفراد حتى في البطولات الدولية أو حتى البطولات العالمية النادي الأهلي ده للمرة التانية بيفوز بجائزة محمد بن راشد المكتوم للابداع الرياضي عن العام الحالي 2021 كأفضل مؤسسة رياضية عربية جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقد وسمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد المكتوم رئيس مجلس دبي الرياضي وكشف عن فوز الأهلي بالجائزة عن المجموعة الاقتصادية للنادي الأهلي التمويل الذاتي وذلك باعتبرها مبادرة متميزة من حيث جمعها لعدة جوانب من الابتقار واستشراف المستقبل والاطلاع على أفضل الممارسات في العمل المؤسسي كما كانت المبادرة من الأسباب الرئاسية والدعمة للمؤسسة الرياضية في التعامل مع جائحة كورونا والخروج بنتائج ودروس ممتازة في العمل المؤسسي كما أن عوائد المبادرة المالية والبشرية والمعرفية سوف تستمر إلى عدة سنوات قادمة فضلا عن مساهمتها في التفوق الرياضي للمؤسسة وفوز النادي الأهلي بالعديد من البطولات المحلية والقرية مجلس دبي الرياضي حدد التاسع من يناير المقبل موعدا لإقامة حفل التكريم واستلام النادي الأهلي لجائزته على رأس المقرمين أعيد وأؤكد أن جائزة سمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم للابداع الرياضي هي أهم الجوائز التقديرية والقيمة لعمل المؤسسات الرياضية أو عمل الأبطال الرياضيين خلال هذا العام في جميع المجالات سواء كإدارة اقتصادية كمؤسسة رياضية أو حتى كمشاركة لللاعبين في البطولات الدولية الكبيرة النادي الأهلي سبق لي الفوز بجائزة سمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم للإبداع الرياضي عام 2013 في ظل أن النادي الأهلي فاز بدور أبطال إفريقيا عام 2012 رغم عام 2013 كمان و2012 رغم أن الفترة دي ما كانش فيه مسابقات محلية ما كانش فيه مسابقة منتظمة بالنسبة للدور العام وكان فيه ظروف صعبة جدا لكن قدر النادي الأهلي يفوز بهذه البطولة القرية وبالتالي الأهلي فاز بجائزة سمو الشيخ محمد بن راشد دوقتها بيتقرر الأمر ولكن المراضي بقى كدور اقتصادي لمؤسسة رياضية كبيرة وهي بالتأكيد النادي الأهلي وفوز النادي الأهلي كأفضل مؤسسة رياضية عربية كجائزة سمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم للإبداع الرياضي وإن شاء الله في التاسع من يناير مع بداية العام القادم هيكون فيه وفد رسم من النادي الأهلي للحصول على الجائزة وهيكون بالتأكيد على رأس المقرمين في الإمارات العربية المتحدة وبالتأكيد إن شاء الله الفترة الجاية كمان هيكون فيه بطولات وفيه انتصارات والنادي الأهلي دائما وأبدا بيشرف الكرة المصرية والرياضة المصرية والرياضة العربية في المحافل الدولية دي جزئية كان مهم جدا نبدأ بيها فقرة ترند ترند الجزئية التانية وهي متعلقة بمباراة غزل المحلة والأهلي بالأمس واللي فاز فيها الأهلي بسلاثة أهداف مقابل هدفين أول حاجة الناس هتقول لك أصل حظ أصل توفيق افتكر كويس قوي قبل كرة عالي معلول كان فيه كرة الأحمد عبدالقادر جات في القائم فبالتالي مسألت الحظ والتوفيق كان ممكن يكون لصلاح المحلة والحظ والتوفيق مش هيجي الفرقة إلا ما يكون فرقة بتكتهد وبتشتغل وتستحق الفوز والمكسب ده ألف بيه فيه الكرة لكن فكرة أصل الأهلي في الديها التسعين هو دايما محظوظ لا مش محظوظ هي الفكرة إن فيه ناس بتشتغل وفيه ناس بتكتهد وربنا بيكرمها وبيوفقها وحلوة المكسب وطعم المكسب بييجي لما تبقى فيه كرة زي بتاعت أحمد عبدالقادر تيجي في القائم وما تدخلش هدف وبعدها على طول بعدها بسواني يكون فيه ضربة حرة وعالي معلول في الثانية الأخيرة يحرز هدف الأهلي يفوز بالسلاس نقاط رغم المحلة عمل مباراة في النية على أعلى مستوى قدر يعود ويحرز هدفين في مرمى الأهلي ويكون فيه تعادل إيجابي لغاية اللحظات الأخيرة لكن هنا بقى بتبان شخصية البطل وهنا بتبان أهمية إن الفرق المراضي والسنة دي بتحاول قدر الإمكان يعني تشوف السلبية اللي كانت موجودة السنة اللي فاتت وإزاي تعالجها وإزاي تقدر تكسب الفرق اللي كانت سبب مباشر في ضياعة دور الموسم الماضي الجزئية التالتة وهي الأهم دور جمهور الأهلي وإن بارح الكابتن سير عبدالحافيز في تصرحاته لقناة الأهلي يتكلم على إزاي جمهور النادي الأهلي في دقيقة التسعين وفي الخمس دقائق لوقت بدل الضاية والأهلي متعادل أو المحلة متعادل مع الأهلي وبيشجع الفرقة هنا بقى بتبان شخصية البطل مع شخصية الجمهور العظيم اللي بيقى في ظهر الفرقة حتى الثانية الأخيرة بغض النظر عن كل ده وده انتصار مهم وصدارة الدوري لكن في نفس الوقت المؤتمر الصحفي للأسف وهو المؤتمر الصحفي الجزء لا يتجزأ من المباراة طبيعيا تكون فيه أسئلة منطقية طبيعيا يكون فيه أسئلة من السادة الزملاء الصحفيين في المؤتمرات الصحفية لكن اللي مش منطقي أنه ممكن يكون فيه أسئلة تجبر المدير الفني أنه هو يرد ويدافع والبعض يصف هذا الرد ممكن يكون رد حاد أو رد قوي لكن أنا شايف أن رد بيتسو مسماني منطقي لأنه لما سأل الشخص اللي وجه سؤاله لبيتسو مسماني قال غيرت اللحظة دي مش متأكد لأن معظم الزملاء الصحفي اللي كانوا في المؤتمر قالوا اللي سأل السؤال ما كانش صحفي وينا برضو دي مليون علامة استفهام أعتقد الفترة الجاية تحتاج إلى يعني الاهتمام شوية بالمؤتمرات الصحفية عشان الصورة العامة تبقى طلعة بشكل كويس جدا لكن لما سألوا على لويس ميكي سوني كان طبيعي جدا بيتسو مسماني بيقول له هل أنت جاد في سؤالك أنت بتتكلم بجد يعني أنت شايف أن لويس ميكي سوني سيء جدا ومش منطقي كمان أن حد حتى لو زميل صحفي يسأل يقول له اللاعب ده سيء جدا إزاي دفعت بيه وإزاي نزلته في المباراة يعني تقييمك للعب كمان وأنك تصفوا بأنه لعب سيء جدا ده غير منطقي وغير موضوعي لكن رد بيتسو مسماني رد بيثبت أن فيه مدرب بيحافظ على الفرقة بيحافظ على كل اللاعبة ما عندوش يعني فكرة أن عندي مهتم باللعب واللعب لا قال اللاعبة كلها عندي سواسية وما عنديش نجمة في الفرقة وأي سؤال هيتسئل بخصوص أي لعب هو طبيعي أن يدافع عنه لكن اللي مش منطقي أن يتسئل سؤال إزاي تنزل اللاعب سيء جدا وهو سبب في الهدف التالت لأن العرقلة والضربة الحرة المباشرة اللي أحرص من خلالها علي معلول كان فاول لليويس ميكسوني فأسئلة مش منطقية لكن هل السؤال اللي مش منطقي ده بس ممكن تكون حالة فردية؟ لا الغريب أنها مش حالة فردية أنا كنت متوقع إن بارها أنها حالة فردية والانتقادات اللي بتتوجه لبيت سومسيماني رغم الانتصارات والبطوات اللي بيحققها هتخد نفسك يا جماعة ممكن ما تكونش كويسة لأنه خدوا بالكو أنتوا بتتعاملوا مع مدرب إفريقي فلازم الناس وهي بتسأل أو بتنتقد تتعامل باحترافية شوية وتكون منطقية في نغضها لمدرب النادي الأهلي لأن في نفس الوقت الأفارقة تحديداً لما بيتعاملوا في مسألة الإجابة على الأسئلة أو في تقييم شغله بيبقى حساس جداً في هذه الجزئية فأتمنى الناس الفترة الجاية لما بتتكلم على أداء بيت سومسيماني أو على أداء أي لاعب في النادي الأهلي تكون موضوعية ومنطقية بشكل كبير عشان الموضوع ما أعملش حساسية في ظل أن النهاردة تعليقات بيت سومسيماني وإجابته على السؤال عايز أقول لكم النهاردة كانت متصدرة تريند في جنوب إفريقيا وكل الزملاء الصحفيين في جنوب إفريقيا عملوا شير للفيديو وإجابة موسيماني في المؤتمر الصحفي والناس بتندهش من طبيعة السؤال فمهم جداً نركز على فكرة أن بيقود النادي الأهلي مدرب إفريقي نجح في التجربة حتى هذه اللحظة ومستمر وبيحقق أرقام وبطلات ما تحققتش منذ فترة منو الجزي على مدار السبع السنين أو العشر السنين الأخيرة في آخر حقبة لمنو الجزي مع النادي الأهلي دي جزئية وأنا قلت هل الكلام ده ممكن يكون فردي ولا لأ يبدو أن الموضوع مش فردي ويبدو أن الهدف من الانتقاد الفترة الأخيرة أصبح يعني لأهداف تانية ليست أسباب فنية ولا أسباب رياضية النهاردة السوشيال ميديا كلها اتفجأت بسؤال مطروح من خلال الصفحة الرسمية للمصري اليوم الرياضي على الفيسبوك أنا أستعرض مطروح اليوم من خلال صفحة المصري اليوم على السوشيال ميديا والسؤال لكل القراء والسادة المشاهدين برأيكم أو برأيك ما أسباب انخفاض مستوى الأهلي في المباريات الأخيرة للوحلة الأولى كده لما طيرت سؤال أسباب انخفاض الأهلي في المباريات الأخيرة يعني سؤال مباريح بقى ده ما كانش حالة فردية ده واضح أن فيه حالة عامة كده مش مفهومة أو مش طبيعية يعني هل مثلا الأهلي خسر خمسة خسر أربعة هل الأهلي فقد خمس نقط لغاية دلوقتي وفي المركز التالت أو في الرابع أو في منتصف الجدول هل بيتسو موسيماني خسر آخر دورة أبطال إفريقيا خسر مباريات الديربي والكلاسيكو أمام الزمالك تعاقد مع لاعبين ما كانش لهم أي تأثير في الخمس مباريات اللي تلعبت في الدوري فيه مدرب مثلا كلام كثير على أنه هو ماشي أو مثلا نتائجه السلبية خلاص الناس بتفكر أنه يمشي ما أنا لو أسأل السؤال ده ومستنى الإجابة أكيد الإجابة هتبقى كده أداء الأهلي الفتر الأخيرة تراجع يبقى حجم الاتنين أو حجم التلاتة أو حجم الخمسة يا إما خسر خمسة مثلا يا إما فقط خمس نقاط في صدارة الدور الغاية دلوقتي يا إما الأهلي في المركز الخامس يعني حاجات كتير ممكن تتقال طيب سؤال مش منطقي وسؤال مش موضوعي الأهلي في الصدارة بخمستاشر نقطة خمس انتصارات متتالية هذا الموسم ما حذستش الموسم الماضي بيتسو موسيماني مع الأهلي خلال الفترة الأخيرة استحدث طريقة لعب جديدة وبيلعب بطريقة 3-4-3 عكس الموسم الماضي وجب صفقات ولاعبين ابتدى يدخلهم جوه الفرقة بشكل كويس وشايفين الأهلي بيكسب المحلة بالتلاتة وخدوا بالكو الأهلي مفسع المحلة يعني بنتكلم خلال العشر سنوات الأخيرة يمكن آخر مرة كان هدف في لافيو وفي مباراة بس تكملتش بسبب ظروف معينة حصلت وقتها لو تتذكره في 2011 لكن من وقتها الأهلي كلها نتائجه وكде في المحلة من المباراة الصعبة قال المحلة نزل درجة تانية فترة بس الأهلي بقى له فترة بكسبش في المحلة أجواء فرقة مستوى جمهير هي كتير ممكن تقول كانت فيها ظروف الأهل لا بدارش يخصها في المحلة لكن كسب في المحلة لعب مع الإسماعيلي أول مباراة في الدوري المفروض دي مباراة النادي الأهلي المفروض دي مباراة النادي الأهلي لضطر أن يلعب في أستاذ برج العرب وأستاذ برج العرب وقتها كان ملعب محايد فبالتالي الأهل كسب الإسماعيلي بره كسب المحلة بره كسب الزمالك بالخمسة أعلى رصيد في الأهداف انطلاقة مميزة جداً لبيرس تا ولويس ميكسوني أداء مميز جدا لأليو ديانج حضور جماهير مميز لجمهور النادي الأهل في الخمس مباريات بيتسو مسماني فاز مع الأهل باتنين دورة أبطال إفريقيا وسوبر إفريقيا وعنده سوبر تاني خلال الشهر القادم على أخصى تقذير برونزية كاسعالم وعنده كاسعالم في شهر اتنين في الإمارات في إيه تاني أكتر من كده يعني في إيه تاني أكتر من كده لعم الأهل حوالي سبعين أو واحد وسبعين مباراة مخسرش غير خمس مطشاط مخسرش غير خمس مطشاط الأهل في الخمس مباريات تأثير احتساب رقلة جزاء للأهل عشان تفوز بسبب رقلة جزاء منعدمة منعدمة الأهل فاز بالخمس مباريات بأداء لاعبي وبمستوى لاعبي بل بالعكس انبارح كان لنا ضرب الجزاء ما تحسبتش في مباريات عديدة الفتر الأخيرة كان فيه رقلات جزاء للأهل ما بتحسبش عندنا مشكلة كمان في مسألة اللعب الخشن مع لعيب النادي الأهلي حسام حسن انبارح اتعور بسبب لعب خشن علي معلول خرج مصاب انبارح المبركة فيها خشونة كبيرة جدا وللأسف ما كانش فيه حماية من الكابتن محمد الحنفي فبالتالي كل الظروف دي والأهل متصدر ونيجي نسأل هو ايه أسباب انخفاض ده مستوى الأهلي اي انخفاض واي مستوى ممكن الناس تسأل او توجه سؤال زي ده هلاي الفكرة اللي احنا نعمل ترافيك وقراية ومشاهدة ويبقى الناس تبقى احنا متصدرين لتريند بس هينا عيبقى التريند سلبي ده مش منطقي خشوا جماعة في صميم شغل الناس وفكروا وشوفوا الناس بتشتغل ازاي انا لغاية اللحظة دي مش قادر افهم ان خمس مباراة للأهلي في الدوري ومحدش واخد باله ان الأهلي السنادي في الدوري مع تلاتة محللين اداء اتنين موجودين فوق في المدرجات وعمين وصلة اتصال مع كيبي محلل او مخطط الأحمال وبيختر او بيبلغ بيتسو موسيماني وسمي قمصان بكل خمس دقايق اللي بيحصل في أرضية الملعب اسألوا المدربين اللعبوا قدام الآلف الخمس مطشات في الدوري اسألوا كابتن عمد النحاس مطش الأهلي والمقولين كان كل خمس دقايق بيشوف دايما في اتصال من محلل الأداء مع بيتسو موسيماني عشان كل شوية يكون في تغيير في أرضية الملعب وتغيير في الخطة والشكل والمهام اللي ممكن تقوم بها اللعيبة خش في تفاصيل شغل الناس وعرفوا الناس بتشتغل ازاي وكمان الأهم من كل ده البداية والانطلاقة القوية دي مهما الناس حاولت تصدرها او حاولت تبروز او تتكلم على ان لأ فيه ارقام سلبية او فيه انخفاض للمستوى في بعض اللحظات من المباريات اسق تمام الثقة ان جمهور النادي الاهلي لن ينجرف وراء هذه الاسئلة او وراء هذه الموضوعات لان البعض احيانا بيتخيل على السوشيال ميديا لما يطرح سؤال فبيوجه الرأي العام نحو جزئية انخفاض مستوى الاهلي اعتقد جمهور الاهلي يفاهم الجزئية دي كويس جدا واكبر حق اصد للدفاع عن بيتسو موسيماني وعن لعاب الاهلي والجهاز الفني هو جمهور النادي الاهلي طالما الجمهور وقف في ظهر الفرقة وقف في ظهر اللعيبة وقف في ظهر المدرب مهما واحد او اتنين او عشرة او اي كان حد كتب على السوشيال ميديا سؤال او طرح موضوع اعتقد الناس عتبقى فهمة الغرض والهدف لان النتائج اعتقد خير ودليل اكبر حاجة تقدر ترد على الكلام ده هي النتيجة خمس انتصارات خمستاشر نقطة بحصيلة اهداف مميزة جدا بتكسب بالتلاتة وبالخمسة وبالاربعة ان شاء الله مكملين على كده وعندنا مباراة صعبة مع اسموحة يوم الخميس القادم اخرج لفاصل وبعد الفاصل نرجع مع بعض اني عندي كمان مجموعة من اخبار واخر من العلامات الخاصة بتدريب الاهلي النهاردة كان فيه تدريب صباحي هنتكلم عليا بالتأكيد ولكن بعد الفاصل طيب النهاردة كان فيه تدريب صباحي للفريق وطبعا ما كانش فيه وقت خالص بقى فيه راحة سلبية لضغط المباراة في الفترة الحالية مباراة الاتنين لعبنا مباراة مع المحلة يوم الخميس يعني ظرف 72 ساعة مباراة ان شاء الله هتكون مهمة جدا بالتأكيد ده سموحة كان وقت بقى فترة راحة المباراة الاخيرة بالامس اتأجرت بسبب الامطار في الاسكندرية فبالتالي هيكون عندهم ساحة وقت للتحضير لموجهة الاهلي النهاردة الفريق استقنى التدريباته صباح اليوم وخاض الفريق المرانة دون الحصول علىها عقب مباراة تغزل المحل اللي وقيمت امس ضمن منافسات الجولة الخمسة واللي فاز فيها الاهلي بسلاسة اهداف مقابل هدفين الاهلا يلتق مع اسموحة يوم الخميس المقبل في الجولة السادسة لبطولة الدوري الممتاز طيب على هامش المرانة النهاردة بيتسو موسيماني عقد محاضرة مع لعاب الفريق المحاضرة كانت سريع ما استمرتش وقت طويل وكان فيها شرح بعض الامور الفنية الخاصة باللعابة خاصة ممكن تكون بعض السلبيات اللي ظهرت في مباراة الامس والنوع يشتغل ازاي بقى على هذه السلبات عشان يتلفاها في مباراة المحلة او مباراة سموحة القادمة وكمان الحديث عن الارتباطات اللي جاي ممكن عندنا مباراة سموحة ثم في مباراة بعدها في الدوري وهيتوقف الدوري لفترة كده حتى منتصف ديسمبر واحتمال لما يترجع المسابقة في منتصف ديسمبر بعد كأس فيفا للعرب ممكن تكون في مباراة سوبر إفريق للأهل مع الرجاء ده يتحدد نهاية هذا الاسبوع لكن الفترة اللي جاية فيه وفيه كم توقف للمنتخب بسبب كأس فيفا للعرب النهاردة على هامش المران ايضا كان فيه تدريبات استشفائية للمشاركين في مباراة المحلة وكان فيه فقرة قوية جدا لحراس المرمى اللعاب الفريق اللي شاركه بالامس في التشكيلة الاساسية اكتفوا النهاردة بمران استشفائي واللعابة اللي مشاركتش فيه المباراة يمكن عمل التدريب بقى أو تأسيمة جماعية كمان النهاردة بخصوص المران الاستشفائي كان فيه جلسة في الجيم وبقى اللعابة اللي مشاركتش يمكن خادت مران بدني شامل وفي نفس الوقت كان فيه تأسيمة فنية قوية جدا وميشيل يانكون مدرب الحراس يمكن عمل مران قوي ليه علي لطفي وحمز علاء ومصطفى شوبير وزي المجموعة الاساسية اللي رياحت من المران ايضا محمد الشنو النهاردة كان فيه مران استشفائي كده ليه رفقة باقي اللاعبين الاساسيين اللي شاركوا فيه مباراة المحل طيب ابرز حاجة واهم حاجة والجمهور كان الان بعد اصابتهم بالامس علي معلول وحسام حسن الحمد لله يمكن الواحد كان الان جدا من اصابة حسام حسن لان الضربة والخطة كانت خواه جدا فيه الرجبة والقرة كان بالجد تستحق يمكن كارتة احمر كنت اتمنى يكون حتى فيها مراجع للفار لان امبارح كان زي ما قالت لكم كان فيه خشونة زائدة عن الحد وكانت فيه بعض المفاهيم امبارح يمكننا كنت شايفها مخالفة تماما لقواعد الفير بلي في مباراة الامس لكن يعني المباراة عدت على خير الحمد لله وكان فيه اصابة لحسام والعالي معلوم اصابة حسام دكتور احمد ابو عبل طبيب الفريق اتكلم عليها وقال ان اللاعب اجرى اشعة خلال الساعات القليلة الماضية والحمد لله الاشعة اثبتت ان هي فيه كادمة فيه الجزء الخارجي للرجبة وحسام بسبب هذه الاصابة هيحتاج اسبوع فقط للراحة وهيخود برنامج تأهيلي فبالتالي مش هيكون جاهز لمباراة تسموحة القادمة الحمد لله الاشعة اثبتت ان ما فيش اي الام ولا اي اصابة اكبر من كده لو على كادمة يعني اسبوع يريح وان شاء الله يرجع ليه التدريبات ويخش فيه المباراة لكن منظر الاصابة وخروج حسام ما كانش قادر يحط رجله على الارض وكمان الفيديوهات اللي شفناها لللاعب هو على الدكة وهو بيعاية ومتدايق وزعلان كل ده قلقنا لان مش عارف فيه صفقات كده ساعات بتنضموا لقدر الله في اول مشاركة او تاني مشاركة فجأة تلاقي اصابة لقدر الله بتبقى كبيرة يمكن حصلت كمان مع محمد محمود لكن الحمد لله ربنا سلم وعدت على خير ونتمنى الفترة اللي جاية مش هقول الحكام الفرقة نفسها يعني اللعبة تحافظ على بعضها وتلعب بجدية وكل حاجة لكن مرحلة الجدية لها حد معين انك ما تقزيش زميلك ما تخشش بشكل خشن على الانقل او على الرجبة او على جسم زميلك او على جسم اللعب طيب علي معلول امبارح رغم الاهل اجرى امبارح اربع تغيرات في سلاسة وقفات وشعر بألام شوية في العضلة الخلفية او في العضلة الضمة لكن كمل لغاية اللحظات الاخيرة والسواني الاخيرة عشان ربنا يكفؤوا انه يحرز هدف الانتصار وهدف الحسن في اللحظات الاخيرة وبعد المباراة شوفنا علي معلول ان كان سقط في الارض واشتكى من الام في العضلة الضمة دكتور احمد ابو عبلة طبيب الفريق النهاردة طمننا وقال ان علي معلول اجرى اشعة صباح اليوم عقب العودة من المحلة واشعة الرنين اثبتت ان في شد خفيف في العضلة الضمة لكن الحمد لله الشد ده يحتاج بالكتير او من اربع الى خمس ايام عشان يتمثل للشفاء ويكون جاهز للتدريبات الجامعية بنسبة كبيرة ايضا علي معلول مش هيكون موجود في مباراة القادمة قدامكوا على الشاشة بصوا علي ممكن خلاص في اللحظة الاخيرة ولسا الحكم بيصفر مقدرش خلاص وقع على الارض ومسك على طول العضلة الضمة الف سلام عليك علي انت بتقدم مستويات عظيمة جدا وعمل موسم ولا اروع مع النادي الاهلي سواء الحالي او حتى السابق حتى انت كمان على نصر الاساسية اللي موجودة في المنتخب التونسي الف سلام علي علي معلول نتمنى ان شاء الله يمكن هيغيب مباراة سموحها يلحق المباراة اللي بعدها على طول لانه خلاص بعدها كمان المفروض هيتم استدعائه لقيمة المنتخب التونسي اللي هتشارك في كأس فيفا للعرب عندنا سبع لعيبة من الاهلي مع منتخبنا الوطني وبدري بنون مع المنتخب المغربي وعلي معلول مع المنتخب التونسي اخرج لفاصل وبعد الفاصل نرجع مع بعض ونشوف تريند الاهلي وعندنا شوية اخبار جديدة كده موجودة في السوشيال ميديا ونشوف الناس علاقت وقالت ايه عاقب الفوس بالامس على المحلة بسلسة اهداف مقابل هدفين من جديد وفقرة تريند الاهلي والمحتوى الموجود من خلال صفحات السوشيال ميديا نبدأ مع بعض اول حاجة في تريند الاهلي ويهي الحساب الرسمي للنادي الاهلي والصفحة الرسمية للنادي الاهلي على الفيسبوك ولنشروا جدول ترتيب الدوري اول سلاس فرق وكتبوا الصدارة تساوي الاهلي الاهلي بالعلامة الكاملة برصيد خمستاشر نقطة ثم برامجز في المركز التاني تلتاشر نقطة اربع انتصارات وتعادل والزمالك عشر نقاط ثلاث انتصارات وتعادل وخسارة من النادي الاهلي فبالتالي ده ترتيب الدوري قبل انطلاق الجولة السادسة خلال الايام القليلة القادم طيب نروح كمال الحساب الرسمي لسبورت 368 وبتكلمه على ملك الحلول علي معلول علي معلول يصل لهدفه رقم 23 في بطولة الدوري مع النادي الاهلي معلول هذا المسلم بالدوري خمس مباريات أربع أهداف واحد أسست يعجبني في علي معلول انه مش هدف بس بسبب رقلات الجزاء لا كمان تزديده في الدربات الحرة المباشرة وازاي امباريح قدر يحرز هدف مهم جدا للنادي الاهلي وهيكون من أهم وأبرز الأهداف للأهلي خلال هذا الموسم في المنافسة على الدوري العام خاصة ان بيراميز السنادة هيكون هو أقرب وأقوى منافس للأهلي على الدوري العام طيب نروح كمان لحساب أليو ديانج اللاعب المالي والدبابة البشرية لاعب خط وسط النادي الاهلي ونجم وسط منتخب مالي انباريح كان بيحتفل بمباراته المية مع الأهلي وانباريح عقب المباراة كتب على حسابه على تويتر يسعدني أن أحتفل بمرور مئة مباراة على ظهوري مع الأهلي هذا النادي الرائع هذه اللحظة خاصة وسأحرص دائما على تقديم مية في المية بفضل الجماهير وزملائي في الملعب والمدربين وشايفين صورته طبعا في غرفة خلع الملابس في ملعب المحل عقب المباراة تشيرت مكتوب عليه مية اسم ديانج واللعيبة اللي موجودة معاه وبصوا مين اللي موجودين في الصورة يعني أكتر حوالي أربع خمس الأمام ما بيلعبوش في شكل أساسي مصطفى شبير محمد هاني رامي ربيعة علي لطفي حسين الشحات دي الروح دي الروح اللي احنا بنتكلم عليها واللي بتفري كمان مع الفريق لأنه كمان الشغل الفن مهم جدا والتاكتك مهم جدا لكن الروح دي بتبقى سر الانتصارات وسر الفوز وديانج ان شاء الله مية مباراة ومتين وثلاثمية ومستمر مع النادي إيالي خلال الفترة اللي جاية جول مصري بيتكلم على أليو ديانج وكمان نشروا من خلال حسابهم على تويتر بيتكلموا على أن أليو ديانج يصل لمباراة رقمية بقميص الأهلي أحد أبرز صفقات القلعة الحمراء في السنوات الأخيرة مكسب كبير جدا للأهلي أليو ديانج من اللعبة المميزة ولا غنى عنه أيضا كمان في منتخب بامالي لعب خط وسط أساسي وخلاص كمان رايح لمرحلة الدور الفاصل والحاسم في تصفيات كأس العالم ونتمنى له التوفيق إن شاء الله مع منتخب مالي في المرحلة الجاية وأحد الدعامي من الركاز الأساسية في وسط الأهلي طيب الوطن السبورت بيتكلم بقى على استعدادات الأهلي لمباراة تسموحات وبنتكلم على غيابات جديدة يمكن حمد فتح غياب عن مباراة المحلة بسبب كارتة أحمر مرات للأسف فيه ثلاث غيابات هتضرب الأهلي أمام سموحة في الدوري بيتكلموا على علي معلول بسبب الإصابة حسام حسن أيضا بسبب الإصابة وعمر السليا مباراة خد إنذاره وبالتالي عنده ثلاث إنذارات فبسبب ترقب الإنذارات هيغيب أيضا عن مباراة سموحة القادمة نتمنى التوفيق وعندنا ثقة لكل اللعيبة أيا كانت الغيابات النادي الأهلي بمن حضر وإن شاء الله الفريق كلها هيكون في الموعد في لقاء سموحة يوم الخميس المباراة إن شاء الله هتتلعب الساعة أربعة العصر يوم الخميس إن شاء الله على ملعب الأهلي والسلام نروح كمان لحساب اليوم السابع وبتكلموا على الأهلي يستعيد جهود حمد فتحي أمام سموحة بعد انتهاء الإيقاف زي ما قلت لكم كان حمد فتحي خد كارتة أحمر في المباراة قبل الماضية مباراة البنك الأهلي وبالتأكيد دلوقتي هيكون بقى جاهز لمباراة سموحة وغيب عن مباراة المحلة لكن طبعاً الأهلي لعب بياسر إبراهيم ما كان حمد فتحي وكلنا شفنا إن أياً كانت الطريقة أو أياً كان تاكتك اللعب البتسو موسيماني بيقدر يوظف اللعبة في أكتر مكان والأهلي مباراة بصراحة عمل شوت أول على أعلى مستوى وقدر يعمل رومونتادة في الشوت الثاني بعد اتعادل 2-2 في اللحظة الأخيرة يعود بانتصار وسلاس نقاط من معقل غزل المحلة وملعب غزل المحلة نروح لحساب كورا بلس وحساب كورا بلس على تويتر نشره إن الأهلي يستعيد ده صلاح محسن أمام سموحة صلاح محسن لعب النادي الأهلي أصبح جاهزاً للمشاركة في المباراة بعد تأكد شفاءه من الإصابة أحد أبرز اللعيبة اللي افتقدناه من الفترة الأخيرة بسبب الإصابة مع محمود متولي أدي أول العائدين من الإصابة إن شاء الله هيكون موجود الفترة اللي جاية نتمنى إن شاء الله بعد مباراة سموحة نطمئن ونشوف محمود متولي ومحمد محمود السنة دي الحمد لله عندنا سكواد على أعلى مستوى ولاعبين في أكتر من مركز تقدر تقول إن الأهلي الحمد لله كامل العدد وإن شاء الله بإذن الله نكمل على كده والإصابات تبتعد شوية عن صفوف الفريق عشان المشوار المحلي والمشوار الإفريقي طيب أروح لآخر حاجة معايا في ترند الأهلي النهاردة غريبة أول ما فيش حاجة عن كهرباء بس المرة دي رأى طاهر محمد طاهر ما هو يوم كهرباء ويوم طاهر اليوم السابع بتكلموا على إن بيتسو مسماني يرحب برحيل طاهر محمد طاهر عن الأهلي في الانتقالات الشتوية القادمة الخبر بتكلموا على إن إن طاهر محمد طاهر خرج من حسابات الجهاز الفني وإن بيتسو مسماني شايف إن طاهر ما بينفس التعليمات الفنية خلال الفترة الأخيرة لذلك هو رحب بفكرة أعارته لأحد الأندية في الفترة القادمة وأنا بأكد لكم بيتسو مسماني حتى هذه اللحظة لم ولن يطلب من لجنة التخطيط أو من الكابتن محمود الخطيب سواء أي صفقة أو بيع أو أعارة أي لعن حتى هذه اللحظات لم يحدث أي اجتماع لأي أمر متعلق بقطاع الكرة في الفترة الحالية الفريق مرتبط مباريات عديدة في الدور العام وعنده ارتباطات مهمة في الفترة الحالية فبالتالي التركيز كله على فترة الدور العام مرحلة الانتقالات الشتوية لسه في شهر يناير تبدأ تتكلم عليها بعد معسكر الأهل في الإمارات في شهر 12 إن الأهل وقتها يستحب عدد كبير جدا من لعاب قطاع الناشئين ووقتها بيتسو مسماني هيشوف ممكن يصعد مين وممكن يعتمد على مين وممكن يحتاج مين ومين يطلع إعارة عشان ياخد فرصة المشاركة في المسم عشان بعد كده ممكن يعود للفريق زي ما رجع أكرم طوفيق المسم الماضي ورجع عمار حمد وإحمد عبدالقادر المسم الحالي لكن هذا الخبر عاري تماما من الصحة وبيتسو مسماني لم يطلب إعارة أو شراء أي لعب خلال هذه الفترة أخرج إلى فصل وبعد الفصل نرجع مع بعض عندنا بعض الأخبار المحلية والعالمية وبالتأكيد كلام مهم جداً في برنامج التريند أهلا بحضركم من جديد وبالتأكيد ده عندي خبر مهم جداً متعلق بقى بالتحاد المصري لكرة القدم وإن شاء الله يمكن فيه مقر جديد وشغل جديد بيتم خلال أو تم خلال السنوات الأخيرة يوم الخميس الساعة اتنين الضهر هيفتتح الاتحاد المصري برئاسة المهندس أحمد مجاهد رئيس اللجنة السلسية المقر الجديد للاتحاد ومركز المنتخبات الوطنية الذي تم الانتهاء من تشهيده وفق أحدث النظم العالمية في المنشآت الرياضية اللي كان بيتقال عليه زمان مشروع الهدف والدعم اللي بيتم من خلال اتحاد الدولي فيفا لإقامة المركز الدولي للمنتخبات الوطنية أخيرا بعد خلال فترة عمل في السنوات الأخيرة يوم الخميس الساعة اتنين الضهر هيتم افتتاح هذا المقر والافتتاح هيتم بحضور عدد كبير من أسرة قرة القدم على مستوى العالم يتقدمهم السويسري جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي فيفا لقرة القدم وفاطمة سامورة الأمين العام للفيفا ودكتور باترس ساموتسابي رئيس الاتحاد الافريقي والمهندس هاني أبريدة عضو مجلس الفيفا والمكتب التنفيذي للقاف على هامش إنعقاض الجمعية العمومية للاتحاد الافريقي يوم الجمعة المقبل وبما يتوأم مع حجم المناسبة التي تأتي على هامش احتفال الاتحاد المصري بمرور مئة عام على تأسيسه الاتحاد المصري يمكن من أقدم الاتحادات الافريقية والعربية خلاص يمكن في خلال الأيام القليلة القادمة هنحتفل بمرور مئة عام على تأسيس الاتحاد المصري لقرة القدم وده حدث استثنائي حدث كبير كنت أتمنى يكون فيه مجلس دارة للاتحاد عشان يعمل برنامج حافل لهذه الاحتفالية مباراة عالمية افتتاح للمقر ومركز المنتخبات الوطنية في ظل كمان فيه كونجرس للكاف هايكون موجود في القاهرة يوم الجمعة القادم الساعة التاسعة صباحا بتوقيت القاهرة في ظل حضوره أيضا كمان جياني إنفنتين ورئيس الاتحاد الدولي كل هذه الكوكبة الكبيرة مع برنامج ومباراة عالمية كانت ممكن تكون فرصة طيبة عشان العالم كل يعرف ان مصر بتحتفل بمرور مئة سنة على تأسيس الاتحاد هذا الاتحاد اللي كان شريك أساسي في تأسيس الاتحاد الافريقي منذ أكتر من حوالي حاجة وسبعين سنة يمكن في أول أو في منتصف الخمسينيات كان تأسيس الاتحاد الافريقي فإن شاء الله بإذن الله يكون افتتاح مميز وكلنا نشوف مقر على أعلى مستوى يليغ بجد بقيمة ومكانة الاتحاد المصر ومكانة مصر تحديدا قريا ودوليا على المستوى العربي كمان رياضيا وقارويا بالمناسبة كمان وحنا بنتكلم على حضور جياني إنفنتين وفاطمة سامورا وباتس متسبي اجتماع يوم الجمعة القادم من الكونجرس للكاف بحضور أعضاء الاتحادات الوطنية الإفريقية كونجرس طارق اجتماع غير عادي هيكون فيه أحداث مهمة جدا أولا قد يتم الإعلان عن معاد السوبر الافريق ما بين الأهل والرجاء خلال الفترة اللي جاية وفيه معاد مقترحي 24 ديسمبر كمان هيتم تحديد والاتفاق على شكل مرحلة الدور الفاصل لتصفيات إفريقيا المؤهلة الكأس العنب بنسبة كبيرة جدا تلاتة هيتم الإعلان عن دور السوبر الافريقي كل الجماهير المصرية والعربية والافريقية كل عايزة تعرف دور السوبر الافريق الفترة الجاية هيتم إزاي فكل ده هيتم الإعلان عنه وكشف تفاصيله يوم الجمعة القادم من خلال الجماعية العامية الطارقة للاتحاد الافريقي اللي هتنعقد إن شاء الله في القاهرة يوم الجمعة الساعة التاسعة صباحا بتوقيت القاهرة طيب دي الأخبار المحلية والأخبار الافريقية نروح بقى للترند العالمي وعندنا في الترند العالمي كلام مهم جدا بخصوص كارلوس كيروش المدير الفني البرتغالي لمنتخبنا الوطني نبدأ الترند العالمي ونشوف أول معنا حاجة مفجأة وهي تصرحات لريوف فيردناند في تصرحات مصورة يمكن اهتمت بيها في الجول من خلال حسابها على تويتر ونشرت حسب تصرحات ريوف فيردناند كيروش سيتخلى عن كل ما يفعله من أجل تدريب منشستر يونيتد اللاعب منشستر يونيتد السابق أعتقد إنه إذا طلب فريق مثل منشستر يونيتد شخصا مثل كارلوس كيروش فأنه سيتخلى عن كل ما يفعله من أجله كلنا عارفين إن كارلوس كيروش من المدربين المعروفين في القرى الأوروبية وفي الساعات الأخيرة أو تحديد الآخر ساعتين ثلاثة السوشيال ميديا ويمكن الأكبر المواقع الرياضية في إنجلترا بتتكلم على إن كارلوس كيروش من الأسماء المرشحة لتدريب منشستر يونيتد وكلنا عارفين إنه فيه خمس أسماء مطروحة لتدريب المان يونيتد أبرزهم بالطبع زين الدين زيدان لكن طرح اسم كارلوس كيروش أعتقد هل ممكن يكون توقعات جمهرية ده هنشوف خلال الفترة اللي جاي لكن أتمنى طبعا إنه يستمر مع منتخبنا في ظل الاستقرار على الحالة الفنية مع منتخبنا في ظل وجود كارلوس كيروش في الفترة اللي جاي طيب السؤال اللي طرحناه لكل السادة المشاهدين في بداية الحلقة وهو متعلق رأيكم في أدايا الأهلي أمام غزل المحلة السؤال بقى بجد رأيكم في أدايا الأهلي مش في انخفاض مستوى الأهلي السؤال اللي احنا كنا بنتكلم عليه في ترند ترند طيب إمي بنت الأهلي بتقول روح وقتال وكنت هزعل لو المطش قل استعادل الهدف الثالث مش حظ ولا حاجة دي نتيجة تعب التعب في المطش وقتال اللاعبة للنهاية بالتوفيق وإن شاء الله القادم أفضل خالد بيقول لا يجب أن ندرج مباراة المحلة ده من المباراة الصعبة أصدق ثقافة عند لعبي الأهلي آخر حاجة محمد عبد الماطي بيقول أداء جيد وروح وإسرار ورجولة رغم ضغط المباراة ومعظم اللاعبة قادمين من المنتخبات والأجندة الدولية طيب دي رأي الناس في أدايا الأهلي في مباراة المحلة والكل طبعا بيشيد بالروح والقتال حتى الثانية الأخيرة في الختام بشكر حضراتكم بالتأكيد على حسن المتابعة والمشاهدة وبإذن لنا ألتقي غدا في حلقة جديدة من برنامج الترند شكرا وإلى اللقاء